24 ساعة من المباراة المرتقبة والمباراة المنتظرة مواجهة مصر مع السنغال في البهاب الجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لمنديال 2022 اللي هتستضيفها قطر خلاص اللي زاكر زاكر وبدأ اليوم الامتحان بيقرب وفضل ساعات قليلة ويبقى قدام المواجهة وقدام المعترك الأهم خلال الفترة اللي فاتت في الكرة المصرية معترك مهم لأن بيعيد مرة تانية وفي تحدي جديد المنتخب الوطني وفي تحدي جديد محمد صلاح القائد والنجم العالمي وواحد من أفضل اللاعبين إن لم يكن الأفضل في العالم وتحدي خاص لكارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الكرة المصرية بكرة والمنتخب الوطني والشعب المصري وجماهير الكرة المصرية في تحدي وبيترقبوا وبينتظروا أن يكون اللاعبين على قدر المسئولية وأن يوفوا بوعدهم وبعهدهم بعد الخسارة من بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون قدر المنتخب الوطني إن هو يكسب احترام الجماهير الكرة المصرية بالتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا خسر المنتخب الوطني البطولة واللقب وقتها ولكن كسب احترام الجميع ولكن أمام بكرة ويوم الثلاثة اللي جاي إن شاء الله بتنتظر جماهير الكرة في مصر المصلحة من محمد صلاح ومن اللاعبين القرار فأقدام محمد صلاح وبقية اللاعبين مسئولية محمد صلاح أثبت بما لا يدع من الشك إن هو قائد تاريخي للمنتخب الوطني ولاعب تاريخي للمنتخب الوطني ولا يقارن مع أي لاعب في مصر في تاريخ الكرة المصرية ولا يقارن مع أي لاعب آخر وبالتالي عليه مسئولية كبيرة بكرة قادر إن هو بيتحملها ويتحملها من ساعة ما ارتدى شارة القيادة وعبل ما يرتدي شارة القيادة محمد صلاح كان صاحب الدور الأكبر وصاحب الدور المهم جدا في تأهننا في منديال روسيا 2018 وبالتالي هيكون الدور مهم جدا إلى جانب التاريخ المهم للاعبين للاعبي المنتخب الوطني اللي بيحاولوا فيه إنه هما يسطروا في تاريخ جديد للكرة المصرية يقدر يكون الجيل دوت زي 2006 و2018 وهو أحد الأجيال الذهبية للمنتخب الوطني اللي لم يكن جيل زهبي بقيادة حسن شحاتة اللي ما تمش دعويته ضمن أساطير الاتحاد الكرة حسب مواصف اتحاد الكرة على كل القدامة اللي تم دعوتهم بأنهم أساطير وأحد هؤلاء الأساطير هو حسن شحاتة لم يتم دعوته بكرة لمباراة مصر والسنغال يقدر محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد النيني ومحمد الشناوي إن هما يعدلوا نفس الإنجاز اللي كان بيعمله حسن شحاتة والجيل كله اللي معاه بالتأهل مرتين لكاس العالم بإذن الله اشتركوا في القناة